اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا المرنامج تفتح الهيئة أبوابها وتفتح النوافذ لاستقبال آرائكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مراكزها الصحية في مستشفياتها أو في أي من مراكزها التخصصية كذلك وأيضا كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل نصية على الرقم 4006 هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العدي وفي التنسيق معنا اليوم والإعداد فيصل بن فارس وأيضا في الإخراج معنا المبدع دائما عيسى سبيل مستمعين قبل أن ندخل معاكم ونستعرض أهم الأخبار لدينا نود أن نذكركم بأن غدا إن شاء الله الجمعة في تمام الساعة السابعة صباحا ينطلق الطواف دبي الوردي مسافة 15 كيلو شارع جميرة خلف السانسيت مول للتسجيل يا جماعة ممكن أن تتوجهون إلى نفس المكان وراء السانسيت مول هناك في براحة الواحد ممكن هناك يكونوا فيه تسجيل وفيه فحوصات وهذه الدعوة عامة للجميع بمختلف جنسياتهم فنتمنى منكم المشاركة في هذه الفعالية أيضا مستمعين آخر موعد للتأمين الصحي الخاص بالعمالة في الأفراد هي 31-12-2016 بعدها بيتم يعني على كل شخص يعني عنده عمالة في البيت ولا شاء بيتخالف خلاص يعني أتصور نحن تكلمنا وايد في هذا الموضوع يا جماعة الخير وهذه مسألة أكيد بتكون يعني ترجع بالفايدة على المجتمع بشكل عام فأنت ملزوم أصلا أنك تتعالج أي حد يشتغل عندك فنتمنى منكم أخذ الموضوع بشكل جدي عموما صحة دبي تحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب الدكتورة ندى الملة حذرت من استخدام المفرط والعشوائي للمضادات الحيوية لعلاج أمراض الشتاء دون الحاجة الفعلية لها وقالت الدكتورة ندى أن أكثر من 90% من أمراض الشتاء المتعلقة بالزكام والرشح والالتهابات والقصبات الهوائية ناتجة عن فيروسات ولا تحتاج إلى مضادات حيوية للعلاج مشيرة إلى أهمية هذه المضادات في مكافحة العدوى البكتيرية وقدرتها على إنقاذ الحياة في حال الاستخدام الصحيح لها إلا أن استخدامها في مكافحة العدوى الفيروسية يشكل فرصة سانحة لزيادة مقاومة البكتيريا لها وفقدانها لفعاليتها صحة دبي أيضا مركز معتمد لامتحانات الكلية الملكية البريطانية اعتمدت الكلية الملكية البريطانية مطلع الأسبوع الجاري إعادة اعتماد هيئة الصحة بدبي كمركز لعقد امتحاناتها للمرة الرابعة على التوالي بعد استفاء الهيئة لكافة الشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة لمثل هذا الامتحان والتي تتماشى مع معايير الكلية دكتورة وديعة شريف أكدت أيضا طبعا هي دكتورة استشاري طب الأسرة ومنسق العام للكلية الملكية البريطانية أكدت على أهمية هذا الاعتماد الذي جاء بعد التقييم الشامل الذي أجراه ممثلو الكلية الملكية البريطانية لكافة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لعقد الامتحان والوقوف على سير العمل وكافة التفاصيل المتعلقة بإعداد الامتحان وكيفية صياغة الأسئلة ووضع ورقة الامتحان بأجزائها الثلاث وبما تتماشى مع مستويات الامتحانات لدى الكلية الملكية البريطانية دراسة يابانية مستمعين صادمة عن خطر المشروبات الغازية مشكلة أنا بقول الدراسة بس إن شاء الله حد يستوعب يعني ويوقف يشرب هذه المشروبات يقول في دراسة حديثة أعلن عنها في مؤتمر علمي في مدينة أطلانتا الأمريكية أكدت أن تناول مشروبين غازيين في اليوم من شأنه أن يدمر الكلة وبينت الدراسة الأولى التي أجريت في جامعة أوساكا اليابانية أن نوع السكر الموجود في المشروبات الغازية يرفع مستوى الأملاح في الدم فيما بيّنت دراسة أخرى أن المشروبات الغازية تجعل الكلة تتخلص من كمية كبيرة من البروتين الذي ينبغي ألا يتخلص منه بكميات كبيرة وهو ما يسبب زيادة البروتونوريا في البول أمام هذه الصدمة العلمية عليك بتناول مأكلات الصديقة للكلة والتي تساعد في الحد من ظهور الحصوات على طار الكلة يا جماعة الخير أكيد كلكم ما بقول كلكم لكن الوايدين سمعوا عن العملية الغريبة اللي أجريت في مستشفى دبي لأحد المواطنين نجح فريق العمل الطبي بالاستئصال كليتين من المرجح أن هذه الكليتين يدخلون موسوعة جنس للأرقام القياسية كأكبر كليتين يتم استئصالهما وأيضا نحن نصلط الضوء على هذا الموضوع وما نعرفكم أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع بعد الفاصل أكيد لأني أنا بعد الفاصل بستضيف معايا الدكتور فريبوز باقري استشاري ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى دبي والدكتور أمير أحمد حسن أخصائي أول مسالك بولية بمستشفى راشد وإذا قدرنا بعد نتواصل مع المريض بعد ما نحاول نوصل له وكان المفروض يعني هو يزاه الله خير كان المفروض يكون عندنا في الستودي لكن بما أنه هو يعني عنده غسيل للكلة فما قدر يتواجد معانا لكن ما نحاول عبر التلفون نتواصل معاه فحلقتنا اليوم بتكون عن هذا الموضوع ما نركز على هذا الموضوع ما نشوف شو تفاصيل القصة هذه كلها وهذا الإنجاز اللي تحقق حقيقة في هيئة الصحة بدبي فاللي حاب يتواصل معانا حول هذا الموضوع على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل أنك تتحدث عن واحدة من العمليات الغريبة اللي يعني إن شاء الله يستعد من خلالها مستشفى دبي للدخول لمسوعة جينتس للأرقام القياسية العالمية باستصال أكبر كلية على مستوى العالم تم استصالها من مريض مواطن يبلغ من العمر ستة وخمسين عام يعني وزن الكليتين بلغ ثلاثة عشر كيلو جرام تخيلوا يعني هذه العملية طبعا يعني أنا أبغي في البداية أرحب بالدكاتر الموجودين معايا في الستوديو الدكتور فريبوز باقري استشاري ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى دبي صباح الخير دكتور صباح الخير صباح الخير محمود وصباح الخير مستعمين الكرام في خمتكم شكرا لك يا دكتور وأيضا دكتور أمير أحمد حسن أخصائي أول مسالك بولية مستشفى راشد صباح كلا بالخير دكتور صباح الخير سلام عليكم يا هلا دكتور يعني في البداية دكتور فريبوز أنا أبغي أعرف الحالة هذه شو هي كانت كيف وصلت المستشفى خبرونا القصة شو كانت بالضبط لو يمكن أنا أطلب دكتور أمير أن يتكلم باللغة العربية الفسيحة لأنه يقدر يتكلم ويعرف الموضوع كامل والمريض المريض شفنا مع بعض فضل أمير جاهز جاهز إن شاء الله أول شيء السلام عليكم أود في البداية أن أتوجه بالشكر جزيل إلى مؤسسة دبي للعلام وإلى إذاعة نور دبي على إتاحة هذه الفرصة المهمة جدا في سبيل زيادة الخدمات الصحية الموجهة للمرضى من هيئة صحة دبي في الواقع قصة المريض هي باختصار شديد المريض راجع العيادات الخارجية في مستشفى دبي بسبب وجود تضخم ثناء الجانب في الكلة وتبين بالتصوير هذا تضخم نتيجة وجود مرض خلقي وراثي اسمه الكلية المتعددة الكيسات وهذا التضخم كان شديد الحجم لدرجة أنه أصبح يعيق المريض عن أداء واجباته اليومية ويسبب له صعوبة في التنفس والضغط على الأعضاء المجاورة والبيلة الدموية التبول المدمة المتكرر وارتفاع التوتر الشرياني وكان المريض أيضا مصاب بقصور في الكلة هذا التضخم هو غير وظيفي أدى إلى قصور كامل في الكلة وكان يقوم بإجراء الغسيل الكلوي بشكل مستمر دكتور فريبوز أنا أعلم أنه سعيد لك لتحدث في الارابيك ولكن تحاول تتكلم على قدر الموضوع اللي عندك ونحن إن شاء الله المستمعين بيتواصلون معك وبيعرفون التفاصيل أكثر أنا دكتور قبل لا أخذ منك التفاصيل خلني أشوف المريض اللي سويتول العملية معانا على الخطة الحين خلنا ناخذ أحمد شايف حالك يا أحمد خير حمد لله شحابك أول شي حمد لله على السلامة الله يسلم ويسلم جميع أحمد يعني بعيد عن الدكاتورة أبغي أعرف أنت كيف يعني الحالة اللي كانت عندك وشو الانطباع اللي تولد عندك عن مستشفى دبي وعن هيئة الصحاب من خلال إجراء هذه العملية وعن الدكاتورة موجودين من غير مجاملة أنا أبغي نعرف القصة كيف كانت معاك أول شي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم السلام عليكم كانت يعني شعوبة كانت علي فأنا وصلت عندك دكتور فريبوس أول مرة وقول الدكتور ووحيد شخص لي أنه لازم أنت أحمد وشل كلام معلك فأنا كذب ما بين يعني خوف هيب ولا لا هيب ولا لا لأ لأنني أول مرة يسون عملية بهذه الطريقة يعني فأول عملية يعطاني موعد أنا ما رحت زهي يا تسوي توراك عندما من خوف ما رحت أنا ويعرب يضحك الدكتور أنا قام العيد ياه ورحت مع شباب وهذا شفت عبن يعني ناهيا نزين فأنا جبرت يعني لازم أشير أكمل العملية فأيت ما نصعني عنده هم بعد نصحني يعني شوف كيف إنسان يعني هذا كيف محترموا بالأخلاق قالي شوف رحمد هذي عملية شدي شدي أنت إذا في خاطرك أنا بأسويرك ياه إذا لا أنا ما أقدر أجبرك قلت لخلاص بسم الله وتوكلتنا بسم الله لما دخلوا العملية يعني زي الرعب يعني ومشفت الدكاترة هالشي يعني أشوف أربعة خمسة ستة سبعة بدأ باللبس ويجمون عليك وعلى يعني شيء أشكاله متخوف بالبدل الخضرة هاي ها إيه فأي دكتور فريبوز أنا ما شفته إيه متلتهم متلت جاني يوم بعد ما أنا بدأت البنش إيه هي بدأ العملية يعني العملية أخذت حوالي بفوق خمس ساعات ست ساعات إن شاء الله طبعا يومين أنا مخل علي متلت ثناش برعا كان يقولولي يا أحمد يعني هذا اللي لما طلع الكلة الدكاترة الكلب كانوا يعني يقولولي مبروك يعني يعني يا دون حداي يعني إن هذا شيء معجزة يعني الحمد لله أنا قدر نجح العملية هذا وحمد لله الحمد لله وصحتي حمد لله زين هذا من فضل الشيوخنا والمستشفى والعدم اللي يشترون الجهود اللي بالدكاترة في المستشفى وحتى آخر أيام أنا بالمستشفى كان الشغلة مو بشغله تغيير يعني الجراحية هذا كان يترك الشغلة يعني راسي أنا بغيرني جرح يروح يعني بالستبرارية كان يعني يراقبني له الدكتور فارقوز يعني صراحة الدكتور ما قصر بيه زاكر الله خير يا أحمد هذه نحن الأول شيء بالكلام حلو بالطريقة يعني حتى لو أنا كده عاني من الوجه بس بالهدايا يعني يعرف كيف طريق يهديك يعني صحيح صحيح وأحمد يعني أنا كل اللي يعني مفرحني في الموضوع أن أنت معانا على الخاط وقاعد تتكلم والحمد لله نحس أن صوتك يعني أفضل وحالتك الصحية أفضل وطبعا بغض النظر عن هذا الإنجاز اللي همنا أكثر أنك أنت وثقت أنك أنت تسوي هذه العملية في مستشفى لهية الصحة يعني أو مستشفى دبي بالتحديد ومع أحد الدكاتور اللي عندنا فهذا يعني إن شاء الله كانوا الجماعة قد الثقة هذه لازل بعمل خائر يعني يعني كان كان يشوره كان مياه يعني زائيل الله خير الحين صحتك أفضل الحمدلله ها أحمد الحمدلله قاعد قاعد قاعدة على الدكتور التي تريد كل شيء سلام عليك أحمد الؘ مرحبا انتبع لنفسك حبيبي سلام عليكم شكرا لك أحمد إذن دكتور نشوف أحمد أنه مبسوط على العملية مبسوط على الخدمة اللي حصلها أيضا أن إجراء مثل هذه العملية بهذا الحجم في مستشفى في تابع لهاية الصحة وفي دولة الإمارات هل وصلنا نحن بالإمكانيات والتجهيزات الطبية نجري مثل هذه العمليات عندنا في مستشفياتنا في الهيئة دكتور الحمد لله نعم الحمد لله هيئة الصحة في دبي عندنا كل الأجهزة وكل التجربة اللي نحتاج عن أي نوع عملية مبسوط هذا النوع العملية أي نوع عملية حتى عمليات اللي أكبر من هذا النوع عندنا الحمد لله أجهزة اللي مهم جدا هنا أن يكون ثقة نفس الأحمد اللي حين قال الثقة مهم جدا جدا لأن لو المريض ما عنده ثقة على الدكتور على المستشفى النتيجة العملية ايضا خطير ويعني يمكن النتيجة ما يكون زين لو ما في ثقة اقدر اقول كل المستعملين الكرام اللي الحمد لله في هذه الصحة في دبي كل الاجهزة كل التجربة اللي موجود في في مستشفيات حديثة في اوروبا نحن عندنا هني كل شيء يعني نكلم مع الدكتور امير ومع زملائي الثاني ايضا في المستشفى ما نعرف يعني يزعجنا وايد ليش بعض المرضى حتى عشان اشياء يعني بسيط جدا عشان منظار ضعيف منظاف بس تدخل في المثانة وتشوف المثانة يطلبون تقرير طبي ويطلبون ان يصافرون برع شو السبب ليش وهذا يعني خطأ وهذا شيء مشكلة عشان البلد مشكلة عشان الحكومة مشكلة عشان مستشفى يصيرون برع بعدين يرجعون مع مشكلة مع مضاعفات ولازم نحن نحل المضاعفات التبقى الحين نفس اشياء ثاني نفس التكنولوجيا اللي عندنا في العالم كل في كل العالم تقيبا في نفس المستوى في كل العالم يعني ما في فرق وايد من مكان الى مكان ثاني شيء اللي مهم جدا ان يكون ثقة ونشكر على احمد اللي كان عنده هاي الثقة نشكر على مرضى الثاني ومرضى الآخرى اذن اللي عندهم ثقة وعندنا نسويها عملية الحمد لله خلال الست سنوات الأخيرة يعني قسم المصاري الكابولية في مستشفى دبي وحتى اقسام الثانية الحمد لله يعني توسعت توسعت كثير جدا جدا وانا كل مرة بيقول للمرضى الاول سؤال بس قال نفسي لو يكون امي ابوي اخوي واختي شو بسوي والنفس الشيء نسوي عشان المرضى عشان المريض ولو يكون امي عندي مشكلة انا بسوي العملية في منافس المصرفة في مصرفة دبي فليش نسوي خارج كل شيء موجوديني ممتاز انا برجع للعملية هذه اللي عملناها دكتور امير ونتكلم عن تفاصيل العملية احمد دكتور فيروبوز عطانا تفاصيل الشخصية الخاصة فيه لكن من الناحية الطبية صحيح من الناحية الطبية شو اللي صار الناحية العملية شو تفاصيلها صحيح صحيح سؤال 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 محمود مهم جدا في الواقع هذا النوع من العمليات مصيري ويعتبر مهم واستطباب ضروري جدا لان المريض اصبح غير قادر على ممارسة حياته اليومية وابسط واجباته اليومية حتى الجلوس اصبح صعب ما بقدر يتنفس التنفس غير ممكن يعني تخيل كل انسان لديه 13 كيلو جرام تضغط على الاعضاء وبالذات على الاوعية الكبيرة على الاوردة التي تصب الدم في القلب فاصبح لديه صعوبة بالتنفس المشكلة كيف صارت دكتور الكليتين هذين كيف وصلوا هذا الحجم يعني انا شفت الصور اكيد اكيد هذه الحالة الحقيقة ليست نادرة لكن هذا الحجم فعلا يعتبر حجم نادر الكلة تتحول الى كيسات مرض وراثي ينتقل بصفة جسمية مقهورة هذه المرض يصبح مع المستقبل مع المرور الوقت تتحول الكلية الى كيسات متعددة وتفقد كامل وظيفتها وتصبح عبارة عن كيسة متعددة فاقدة للوظيفة لكن هذا الحجم كما تفضلت يعتبر حجم استثنائي كان حجم كبير وبعض الاحيان كان يأتي المريض مصاب بالدم مع البول النزيف المتكرر الذي ايضا يشكل احد المشاكل النزيف المتكرر ممتاز اذا هو مرض وراثي اكثر من مرض يعني نتيجة خطأ او عدم عند الملتزام بنامط حياة صحية وراثي لكن الحجم استثنائي الحجم استثنائي طيب شو اللي سويتوا في العملية في الواقع تم الحصول على موافقة المريض لاجراء استئصال لكلاء الكليتين بشكل كامل لان الكليتين اصلا فاقدتا للوظيفة يعني الكليا لا تعمل واصلا المريض واصلا المريض كان يجري جلسات غسيل كلاوي بشكل دوري بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا وهو مرشح لموضوع زرع للكلة في المستقبل القريب ان شاء الله فتم اخذ موافقة المريض على وضع حل نهائي لمشكلة الاعراض التي نجمت عن كبر حجم الكليتين الهائل لديه باجراء استقصال لهاتين الكليتين وهو هذا العمل الجراحي هو استثنائي فقط من قبيل حجم الكليتين لكن هو موجود عالميا ومجرى ومذكور في الالب الطبي وكثير من المرضى يحتاجون لاجراء استقصال للكليتين المصابتين بالتعدد الكيسي جايبين حجم الكليتين طلعتها دكتور كم يعني بالنسبة لحجم الكليتين العادية اربعين مرة اربعين ضعف قالوا لي نعم اربعين مرة اكثر من كله التبعي كله التبعي مية وخمسين جرام كله التبعي وهذا كل واحد منهم كان اربعين مرة اكبر من كله التبعي طيب chter انتو حين شليتوا كليتين نعم من الانسان هذا هل الانسان جالتين يعيش من غير كليتين دكتور اه حتما الانسان الطبيعي لا يقدر ان يعيش بدون الكلة لكن ذكرت في البداية أن هذا المريض أصلاً الكليتين لديهما لا تعملان فهو أصلاً يعيش على الغسيل الكلوي وهو بحاجة إلى متبرع لإجراء عملية زرع كلا لتعويض النقص الوظيفي لكن العمل الجراحي أجري لإصلاح الخلل المسبب بفعل حجم الكلا الكبير والضغط على الشرايين وصعوب التنفس وكل الاختراطات التي ممكن أن تنجم عن استمرار وجود هاتين الكليتين الضخمتين جميل أنا بتواصل معاكم حول الحديث عن قسم المسارك البولية وإقسام المسارك البولية وعملها في هيئة الصحة ما نتعرف على بعض المواضيع الخاصة بهذه الأمراض أعتقد ما نطلع فاصل قصير إن شاء الله وما نرجع بس مستمعين اللحاب يتداخل معنا أو يتواصل معنا على الأرقام 600-55-14-14 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 400-6 الدكتور فريبوز باقري السيشاري ورئيس قسم المسارك البولية والدكتور أمير أحمد حسن أخصائي أول مسارك البولية موجودين معنا ما بيروحون نكمل معاهم الحلقة إن شاء الله فأفاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أهلا بكم مجدد المستمعين الكرام حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج اللي نتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا المستمعين قبل وفاصل كنا نتحدث عن هذه العملية اللي يعني تم من خلالها تحقيق إنجاز كبير يعني أن استأثار كليتين يمكن لأول مرة يتم استأثار كليتين بهذا الحجم من قبل أحد المرضى وهذه العملية تمت في مستشهد بيع على أياد أطباء الهيئة فقبل الفاصل كانوا معنا دكتور فرايبوز بارقري استشاري ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى دبي وأيضا دكتور أمير أحمد حسن أخصاي أول مسالك البولية في مستشفى راشد أهلا بكم مرة ثانية دكاترة تكلمنا واستضفنا المريض نفسه يعني أحمد سعيد وتحدث عن هذه العملية وتحدثنا عن هذا الإنجاز لكن الآن أبغي تتكلم حقيقة عن قسم أو أقسام المسالك البولية في هيئة الصحة في دبي في البداية دكتور عادية التي تكون بشكل روتيني يومي فيوجد بشكل يومي عيادة المسالك البولية العيادة الخارجية تستقبل يوميا في مستشفى دبي من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر ويوجد أيضا عيادات بعد الظهر لأمراض المسالك البولية هذا بالإضافة إلى العمليات الجراحية المتنوعة التنظيرية والمفتوحة وباستخدام الأجهزة الحديثة المعروفة عالميا حتى الليزر بكل أنواعه متوفر الجراحة الليزرية والجراحة بالمنظير الصلبة والمناظير المرنة بكل أنواع جراحة البطن التنظيرية جراحة المسالك البولية التنظيرية وبشكل يومي يعني عطفا على بدء صحيح أن الكلية التي تكلمنا عنها كانت من حيث الحجم استثنائية لكن العمل الجراحي بحد ذاته والله بدون مبالغة ليس استثنائيا يعني هذا العمل الجراحي يجرى مثله وأعقد في مستشفى دبي بشكل يومي مع الفريق الطبي بقيارة الدكتور فاري بورز من حيث الجراحة وحتى ممكن إصال الكلة بالمنظار من غير فتح بطن لكن نظرا لكبر حجم الكلة كان القرارة بفتح الجراحي جميل دكتور بس أنا بأخذ هذه المداخلة منو معانا ما اسمع عبدالله السلام عليكم سلام رحت الله تفضل عبدالله يا شخص يا هلا يا هلا الشيخ يا سيخوة عبدالله عليك ونعم فضل يا سيدي أولي بعمرك أنا بغيت تتفسر من دكتور عندي شيف المصالة بولي يعني عندي بوله منتقطع يعني بولي يجي دكترام يعني تقطع البول يعني ما يعني ما يجب مستمر يعني مهم دكتور عندك أي سؤال تابعي كام عمرك أخي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا دكتور أمير أخي عبدالله العمر طولة العمر كام إن شاء الله في الواقع تقطع رشق البول كما فهمت من الشكوى الرئيسية هي تقطع في رشق البول معظم حالات تقطع رشق البول تحتاج إلى استخصاءات بدائية أولا يجب إجراء تحليل بول وزرع جرثومي للتأكد من عدم وجود التهابات يتوفر في مستشفى دبي أيضا نظرت الحضور إلى العيادات الخارجية يوجد لدينا جهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية ممكن التأكد من عدم وجود حصى ممكن الحصى تسبب تقطع في رشق البول وأيضا ممكن التأكد من قوة رشق البول يتوفر لدينا أيضا في قسم العيادات الخارجية جهاز خاص لقياس قوة رشق البول بالمليليتر في الثانية فيصبح التعريف ليس فقط تقريبي لكن بالمئة مئة قوة رشق البول فبهذه الإجراءات إذا كان تم إجراء الإجراءات ولما توصل للتشخيص ممكن أن ننتقل إلى المنظار حتى ممكن تقرير إجراء منظار للمثانة تشخيصي لمعرفة أسباب المتنوعة لضعف رشق البول الذي على الأغلب لكن على الأغلب قد يكون السبب عبارة عن التهاب في المثانة في العمر الذي تكلم عنه عمر 40 سنة فقط عبدالله عندك أي سؤال ثاني بشكور زوك الله الآن أخذ موعد عندهم الحين أبخلي فيصل يكلمك بعد تحت الهوى ونشوف شو ممكن يرتب لك موعد مع الديكاتر وإن شاء الله فالك طيب تسلمي زاك الله خير يا عبدالله طيب دكتور يعني دكتور أمير تحدث عن بعض الأمراض الخاصة بالالتهابات اللي ممكن تحصل للمثانة وكذا وتحدث عن بعض التقنيات التي تتوفر في هيئة الصحة منها قياس قوة رشق البول ويعني زرع بعض قلت لي بتزرع جرثومه بالضغط زرع البول الجرثومي لمعرفة نوع الالتهاب بالضبط والعلاج المناسب له الحقيقة هذا هو الإجراء الأساسي في كل حالات الالتهابات الآن إذا ما هو يتكلم عن أسباب أسباب الالتهاب البول عادة ترجع شو هي الأسباب محمود شيء اللي مهم هنا في إمارات وفي الخليج أساساً الناس مع الأسف ما يشربون ماء كافي لو ما يشربون ماء كافي المشكلة الأولى اللي يسيب في المثاني الكابولية في الكلاة في الحالة وفي المثانة أن يكون حصة الحصوات اللي أنا أشوف في إمارات أقدر أقول حوالي يمكن خمس مرات أكثر من حصوات اللي كنت تشوف في أوروبا والحصوات الكبيرة عندنا هنا في إمارات أيضاً أكبر جداً من الحصوات اللي كنت نشوف في خارج فيه يعني مسائل مختلفة اللي يكون حصة لكن شيء الأساسي أن ما يشربون ماء كافي وشيء مشكلة الثاني مع هذه المسألة أن لو ما تشرب ماء كافي أيضاً يصوي التهابات في بروستاتا الأخ عبد الله اللي حين نكلم يمكن عندي التهاب في بروستاتا والتهاب في بروستاتا في مسائل واحد منهم مشكلة للرجال اللي يمكن نكلم إن شاء الله ومسائل اللي نقدر نكلم في العياذة إن شاء الله بس مع المريض ومسائل الثاني الماء يشربون ماء كافي لو يسألوني شو أهم شيء من جهة المسالك البولية الجواب عندي يكون أن أي دفع من مجل تربول يكون أكثر الماء وأيضاً الشيء ثاني منتظ يعني الآن أنا عشان أعرف الأعراض الخاصة بالتهاب المسالك البولية على سبيل المثال شو هي الأشياء اللي ممكن الواحد يركز عليها كأعراض ممكن أن يأخذ هذه مثل انذار أنه لازم يروح يشوف الطبيب في الواقع عراض الالتهابات المسالك البولية تصنف إلى نوعين النوع الأول الالتهاب المسالك البولية السفلي وفيه الالتهاب المسالك البولية العلوي دائماً في الأفضل أنه نتكلم عن النوعين النوع الأول هو التهاب المثانة ما يعرف بالتهاب المثانة وهو نوعين التهاب المثانة الحاد والتهاب المثانة المزمن فالتهاب المثانة الحاد سواء عند الذكر أو عند الأنثى يسبب أولا صعوبة في التبول كما يتكر المريض الذي اتصل منذ قليل وبعض الأحيان يسبب تعدد في عدد مرات التبول وقد يسبب ألام في أسفل البطن وقد يسبب أيضا نوع من ما ندعوه سلس البول الالحاحي بسبب الرغبة الشديدة في البول وعدم الوصول إلى الحمام في الوقت المناسب فيمكن أن يؤدي إلى تنقيط البول بدون إرادة أو قبيل الوصول إلى الحمام جميل من بين الوقاية من الالتهاب هذه المساكة دكتور تتحدث عن ضرورة شرب الماء في أشياء أخرى يجب أن الواحد ينتبه لها في هذا المجال في الحقيقة الدكتور رفاري بوز أشار إلى أهم ناحية هي ناحية التي ننصح بها كافة المرضى هي التشجيع والتذكير بتناول السوائل وبالذات الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي الملاحظة قلتوا من دخلتوا للسوديو سألكم شو تشربون؟ شفتوا الماء قلتوا بس الحمد للعشاء الماء في الواقع هذه أهم نصيحة تجنب التجفاف التجفاف مرض مهم النصيحة الثانية هي اتباع وسائل التنظيف والتعقيم المستمر قبل و بعد الخروج من الحمام لأن العدوى واردة عند التلامس المباشر مع أحد المرضى المصابين بأي التهاب صحيح إذن أخذ بس هذه المداخلة قبل نستكمل حوار من معانا؟ سالم؟ سالم باللاحج معانا؟ قل لي سالم عبالي مداخلة سالم من أخذ سالم خلاص مدام أن نطلع ويانعل هو زين مرحبا يا سالم باللاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية عفوان ديكاتر إذا أخذ هذا الموضوع عشان نحن تكلمنا عن طواف دبي الوردي فسالم شايف حالك؟ يا مرحبا الله يسلام في البداية نحن يعني عطيناهم دعوة عامة حق الطواف هذا لكن مناخ التفاصيل أكتر من عندك شو المفروض يسوون الجمهور عشان يشاركون في هذا الطواف السلام عليكم ورحمة الله في البداية شكرا على التوضيح والاهتمام كل البرنامج للمسيرة هذه وهي طبعا هاي مسيرة الدعم لمرضى السرطان الثدي تغريبا نحن نفذها للمرة الثالثة على مستوى دبي يعني للتعاون مع المؤسفات الحكومية الموجودة في دبي يعني نعم هذه منها طبعا توعية أو يعني توعية المجتمع للفئة هاي أو المرضى هذه جميل سالم التجمع حين أنتو الطواف هذا مشي وإلا سياكل وإلا جري وإلا شو بالضبط لا هو الطواف بالدراجات الهوائية درجات الهوائية واللي ما عنده دراجة والله هي مشي يعني هي مشي نحن سوينا الدعوة عامة إذا ما عنده سياكل زيادة من عندكم البيت إذا عندك ما شاء الله أنتو عندك أربع خمس سياكل الله سهل يعني هولا طبعا فيه سياكل بس يعني ما بتكفر أكيد العدد اللي هي أنا توقع اليوم يعني حسب المتابعوية الأخوين المنظمين بنوصل لين متوقع ألف دراجة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن والله جميل هاي من الفعالات الجميلة إن شاء الله بس هم شي أنت تحجز السياكل مالي أنا شغي يعني ها هذا هم شي ترى لا لا نحن ندعو جميع إن شاء الله في المجال وهي طبعا لفتة إنسانية الأول والأخير مثلا الأمراض دعمهم نفسيا ومعنويا يعني في البداية وفي النهاية جميل سأنا منذكرهم مرة ثانية بالمكان والتوقيت وكيفية المشاركة كل المكان طبعا في سارع جميرة بالغرب من سنفت مول التجمع يعني يبدأ أو التسجيل يبدأ ساعة ستة ونصف وهناك بعد التسجيل هو بيأخذ يعني التعليمات والملابس وهذه كلها في نفس المكان يعني والمسافة تقريبا في حدود ستة عشر كيلو لغاية برج العرب والعودة يعني إلى نفس المكان يعني جميل المدر الرياضي لشيخ حمدان بن محمد يعني لذلك من ضمن يعني تحت المظلة هذه يعني إن شاء الله جميل نتمنى لكم توفيق سالم باللاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية وإن شاء الله نشوفكم باتر خيرا إن شاء الله زاك الله خير شكرا يا سالم إذن نعود إلى الحديث عن موضوعنا الرئيسي دكتور فريق بوزي يعني أنا تحدث عن بعض الأمور اللي تخص يعني بعض المشاكل اللي قد تصيب المسارك البولية بشكل عام الآن أكثر الأمراض ومعانا في الستوديو بعد وائل زعتر ما شاء الله ويشرف زعتر بعد قاعد عموما دكتور ما نتكلم عن يعني الأمراض اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات بشكل عام شو الأشياء اللي شفتها شو الأشياء اللي تنصح فيها الناس وأيضا كلمة أخيرة تبغي توجهها للجمهور نعم شكرا محمود أول شيء الحصى اللي خبرت والشيء الثاني البروستاتا حجم بروستاتا كبير جدا في إمارات يعني إذن في أوروبا الحجم بروستاتا نحن كنا نسوي عمليها كان حوالي 50-60 جرام والبروستاتا اللي كان 80 جرام كنا نقول يعني هذا البروستاتا كبير جدا هنا في إمارات بروستاتا اللي نسوي عمليها 80 أصغر واحد يعني عندنا بروستاتا 150 وإذن السنة الماضية شو الأسباب دكتور؟ الأسباب الرئيسي المريض ما يقبل المعالجة هذا المشكلة الأصاسي يعني لو تعرف تشخيص موجود لكن المريض ما يقبل ثقافة المرضى ثقافة المرضى والوعي عندهم مب كبير بأهمية مثل هذه الطب ليش؟ لأن في هذا الوقت يعني في الطب نحن عندنا عندنا قانون يعني نقول المريض متى لازم ضروري تسوي عملية حتى لو عندك ألم أو ما عندك ألم حتى لو في مشكلة أو ما في مشكلة مثال الثاني سرطان الكلا سرطان المثانا سرطان البروستاتا سرطان الخاصية في الرجال وسرطان الحالب هذه لكل سرطان اللي ما عنده أي علائم لكن لو في طب لو في أي موضوع نحن نحصل ونشوف مريض عندي مشكلة عندي سرطان ننسح العملية لو ما يقبل العملية بعدين شوية بعد سنتين ما تدري تسوي شي وهذه المشكلة اللي مع الأسف عندنا موجود كبير جدا في إمارات مع الأسف اللي ما يقبلون في الوقت أن نسوي العملية جميل نكلم عن دكتور أمير أيضا في إسلام نحن عندنا أحد من أركان الإيمان قضاء وقدر يعني قضاء وقدر على شو لو في أي موضوع قبل وتشوف شو في الحل بالضبط بالضبط إزاك الله خير يا دكتور ونحن شكري لكم ألف مبروكين على هذه العملية وعند دكتور أمير إذا عندك كلمة أخيرة بعد تبغي توجهها بالشكر في الواقع أكرر شكري لمركز دبي العلامي على إتاحة الفرصة المهمة لتوجيه رسالة للمرضى بشكل عام الثقة أولا والثقة ثانيا والثقة ثالثا بالطباء هيئة صحة دبي لأن الثقة هي الأمر الأول المهم لتحسين العلاقة بين الطبيب والمريض دكتور بيشينت ريليشنشيب مهم جدا لأنه كل الخدمات الطبية المتطورة العالمية موجودة في مشافي هيئة الصحة وإن شاء الله بتوفر ثقة نستطيع أن نتقدم ونتطور إلى الأمام جميل أنا هني عندي آخر استفسار بس بما أن بقدم الدكتور فرايبوس باقري استشاري ورئيس قسم المسارك البولية في مستشفى دبي وأيضا دكتور أمير أحمد حسن أخصائي مسارك البولية بمستشفى راشد دبي ولا راشد راشد دبي واللطيفة هي تسلحها عندنا واحد خص مسارك البولية وكنا في مستشفى دبي ترى أنا هذا اللي بغيت أتكلم عننا الآن ما شاء الله يعني أشوف هذا التعاون ما بين كل المستشفيات وأن المتخصصين كذلك موجودين وينتقلون على حسب الحالات للمستشفى هذه يعني قبل كان واحد دي واحد من المرضى أنا ما بغيت عاجز مستشفى دبي وأبغي أسير مستشفى راشد يقول فهي نفس الشيء نعم بجاكم الله خير ما قصرته ألف مبروكين على هذا الإنجاز اللي تحققوا أيضا إن شاء الله نستطيعكم في حلقات ياين ما نبغي بس وقت العمليات وكذا لا نبغي حتى أن ثقف الناس بين فترة وفترة تتواجدون معنا في الاستوديو سواء من خلال تواجد في الاستوديو أو حتى بالاتصال دكتور وإن شاء الله يا رب منها إلى الأعلى شكرا لك دكتور فرهبوز شكرا لكم مستمعين على حسن الاستماع وشكرا لكل من تواصل معنا وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع السبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله عندنا مواضيع جديد ومواضيع كذلك أخرى من أطرحها تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وأيضا في التنسيق كان معنا في التنسيق والإعداد فيصل بن فارس اليوم ما دخلنا للستيديو اليوم قال تعباني شوي الصوت عنده مبله هناك تعرفون بيغني هذا السلف إياكم وأيضا عيسى سبيل عيسى بعد مرتاح اليوم على الوقت عيسى على الوقت نذاك الله خير عموما إجازة نهاية الأسبوع سعيدة نتمنىها لكم وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي